اسمح لي أرحب معايا من العاصمة اليونانية أتينا عبر سكايب للصحفي والأكاديمي سامح لبودي مساء الخير يا سيد سامح مساء الخير دكتور عمرو مساء الخير على حضرتك وعلى ضيفك الكريم أهلا وسهلا دكتور سامح كيف هي قراءتك للوضع الراهن على الحدود التركية اليونانية؟ يعني قبل ما تكلم عن القراءة أو متابعة لما يحدث على الحدود الآن مع تركيا على الحدود اليونانية مع تركيا لازم في البداية أعمل تسلسل زمني للأحداث والتسلسل الزمني ما بدأش من الأسبوع ده ولا من بداية العام التسلسل الزمني بدأ من 2012 ده مش أول تدفق للاجئين حصل أكبر تدفق للاجئين نفس اللي احنا شايفينه دلوقتي حصل في 2015 لكن كانت الظروف السياسية والأجواء الدولية نفسها كانت مختلفة في 2015 حاولت تركيا استخدام ورقة اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على مكاسب مالية وبالفعل في 2016 حصلت عليها تركيا بالحصول على 2 مليار يورو من أصل 6 مليار يورو تدفع لحتى عام 2022 لكن اللي حاصل في هذه الأثناء منذ 27 فبراير منذ الجمعة الماضي هو أن تركيا بتحاول الحصول على غطاء سياسي من الاتحاد الأوروبي فيما يخص اجتياح سوريا أو فيما يخص اتفاقية ليبيا لكن للأسف في المنتصف تقف اليونان وربما أزمة اتفاقية ليبيا أثرت بشكل كبير على تعامل اليونان حاليا مع الموقف على الحدود اليونان في أزمة اتفاقية ليبيا وقفت منفردة بدون أي دعم من الاتحاد الأوروبي وبالتالي هي الآن تريد المواجهة أزمة اللاجئين منفردة أيضا بدون أي تدخل من الاتحاد الأوروبي الذي يريد أن يلعب بنفس ورقة أردوغان الاتحاد الأوروبي الآن يريد اللعب بنفس ورقة تركيا وهي أن إذا نجحت اليونان في صد هذه المجموعات من اللاجئين وبالتالي سينجح الاتحاد الأوروبي بالضغط على تركيا وإفشال هذه الورقة التي تستخدم من جانب تركيا منذ عام 2012 لكن للأسف الظرف السياسي الموجود في اليونان هو الذي يدفع كمان لتعامل الشرطة اليونانية والشرطة على الحدود والجيش اليوناني مع اللاجئين بشكل مختلف عما حدث في 2015 تقصد أن الحكومة الجديدة وطبعها القومي نزعتها القومية؟ طبعا مع صعود الطيار المحافظ في اليونان منذ يوليو 2019 طبعا كان هذا الطيار في أثناء حكومة الحكومة السابقة حكومة تسيريزا كان يريد أن يتعامل اليسار اليوناني مع أزمة المهاجرين وأزمة اللاجئين بشكل خاص بشكل أكثر شدة بمعنى أن تسن قوانين تمنع حصول اللاجئين على إقامة بشكل عاجل أن تسن قوانين لتأخير حصولهم على قرارات اللجوء حدث بعد صعود اليمين أو الطيار المحافظ النية الدموقراطية إلى السلطة أن قامت بتأخير منح المهاجرين أو اللاجئين صفة اللجوء في بعضهم حصل على مواعيد في إدارة الإقامات هنا في اليونان حتى عام 2025 الخطة الأخرى وهي الخطة البديلة لمواجهة هذه الأزمة وهي أن اليونان الآن تحاول تشهيد خمس معسكرات مغلقة على الحدود مع تركيا في شرق بحر إيجا هذه المعسكرات المغلقة ستكون مهمتها الأساسية هي حجد وشحن جميع اللاجئين الذين وصلوا في عام 2019 أو سيصلون مع هذا التدفق حشنهم في هذه المعسكرات المغلقة للضغط أكثر على تركيا ولا إيصال رسالة إلى جميع اللاجئين بأنهم إذا وصلوا إلى تركيا فسيكون مصيرهم في هذه الجزر المغلقة دون الوصول إلى قلب اليونان نعم